اهلا بكم متابعين قناة ميديا تو دي الفنانة ايتن عامر ممثلة مصرية معاصرة عملت في بدايتها كموديل لفترة قصيرة وساعدتها تلك الفترة على كسر رهبة الوقوف امام الكاميرات والاضواء انضمت الى عالم التمثيل عام 2004 بعد ان حازت على تشجيع كبير من الفنان محمد صبحي فقدمت العديد من الاعمال الدرامية استطاعت ان تثبت قدرتها التمثيلية الهائلة دون ان يكون لشقيقتها الفنانة وفاء عامر اي دور في دخولها عالم الفن واليوم نقدم لكم ابرز المحطات من حياة الفنانة ايتن عامر فتابعوا المشاهدة حتى النهاية لمعرفتها بدايات ايتن عامر ولدت الممثلة ايتن عامر في مدينة الاسكندرية مصر بتاريخ الثاني والعشرين من تشرين الثاني الف وتسعمائة وستة وثمانون وعندما بلغت الرابعة من عمرها انتقلت مع عائلتها الى القاهرة حيث تابعت حياتها هناك شقيقتها الفنانة وفاء عامر درست ايتن في معهد الفنون المسرحية وتخرجت من قسم التمثيل والاخراج عملت في بداية حياتها كموديل ولم تستمر في هذا العمل سوى فترة قصيرة عندما قابلت الفنانة محمد صبحي في احد مواقع التصوير لمسلسل كانت اختها وفاء عامر مشاركة فيه وهناك شجعها صبحي على دخول عالم التمثيل ترشحت بعدها للمشاركة في مسلسل ملح الارض وهو مسلسل درامي من بطولة محمد صبحي واخراج خير بشارة الحياة الشخصية لأيتن عامر متزوجة من مدير التصوير محمد عز العربي الذي يكبرها بخمس سنوات كان اللقاء الاول بينهما اثناء تصوير احد الافلام في العام 2015 وتم زواجهما في منتصف العام نفسه رزقت ايتن بابنتها الاولى والتي اطلقت عليها اسمها نفسه ايتن وفي منتصف العام 2018 رزقت بابنها الثاني والذي اسمته يوسف حقائق عن ايتن عامر لم تلعب صلة القرابة بين ايتن عامر وشقيقتها وفاء اي دور في دخول ايتن لعالم التمثيل هاجمت ايتن عامر ابن شقيقتها وفاء وذلك بعد نشره فيديو خادش للحياء وهو يرقص دون ارتداء ملابسه العلوية وانتهى الامر بحذفه للفيديو ونشره لفيديو اعتذار لكل من شعر بالانزعاج منه صرح زوج ايتن عامر في لقاء مشترك بينهما ان زوجته شديدة الغيرة عليه وتكثر الاسئلة عن اسباب تأخره في العمل وكثرة اتصالاته حيث قال انها تتحول للست المصرية التقليدية عندها صرحت ايتن انها وقعت في ازمة مع زوجها محمد عزن بسبب تركها لابنتها المريضة وهي بعمر الست شهور من قيل الذهاب لتصوير احد الافلام تعرضت ايتن عامر لكثير من التعليقات التي اتهمتها بالخضوع لعدد من عمليات التجميل الامر الذي نفته ايتن من خلال الرد الساخر على التعليقات حدث خلاف بين اتين وريهام حجاج اثناء تصوير مسلسل وكل ما نفترق لينتقل الخلاف الى وسائل التواصل الاجتماعي بدايتها واعمالها الفنية بدأت ايتن العمل كموديل ثم انضمت الى عالم التمثيل في 2004 حيث تم ترشيحها للمشاركة في مسلسل ملح الارض ثم انطلقت في عالم الفن وقدمت العديد من الادوار والشخصيات المتنوعة والتي كان من اهمها دورها في مسلسل احلامنا الحلوة بالاضافة الى مسلسل من اطلق رصاصة على هند علام واحزان مريم وحضرة المتهم ابي والجزء الاول من الدالي كما شاركت عام 2009 في مسلسل افراح ابليس وهو من بطولة الممثل السوري جمال سليمان ومسلسل دموع في نهر الحب كما ظهرت ايضا في لحظة ميلادي وكيد النسا وفرح العمدة والوالدة باشا والكابوس والبيوت اسرار والطفان وغيرهم اما في السينما فكان ظهورها السينمائي الاول من خلال فيلم رامي الاعتصامي ثم قدمت بعده عدد من الاعمال السينمائية ومن ابرز اعمالها في السينما فيلم حكاية مصرية وشارع الهرم وبنات العم وحصل خير وهرج ومرج بالاضافة الى سالم ابو اخته وسكر مري وبتوقيت القاهرة والليلة الكبيرة وعلي بابا وضغط عالي وغيرهم اما اخر اعمالها كان مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مع الفنان ماجد المصري والذي تم عرضة في دراما رمضان 2024